لندن سيد أشرف العادي كبير الاستراتيجي الأسواق في سيتي أندكس أهلا بك معنا أشرف إذن لاحظنا بالأمس تراجع المؤشرات الأمريكية على الرغم من البيانات الإيجابية التي جاء بها تقرير الوظائف الذي أضافت 215 ألف وظيفة بالنسبة للسوق مقارنة بتوقعات 170 ألف وظيفة. كيف تنظر إلى هذه البيانات أولا إلى أي مدى يمكن أن تكون عامل فعال فعلا بعملية تسريع. أي قرار يمكن أن يتخذ بتاريخ 17-18 ديسمبر من الاحتياط الفيدرالي؟ الجواب القصير هو ولا عامل ولا إشيء. مش رح تكون لها ولا فعال. مش رح تكون فعالة. لأنه كما رأينا حوالي 45 دقيقة بعد صدور ببيان الـ ADP اللي هو الوظائف على الإطار الخاص. رأينا الـ ISM Services وهو قطاع مؤشر الخدمات. وأشر أن هناك نوع من الهبوط. وحتى في هبوط الوظائف على الإطار الخدمات. وحتى إذا يوم الجمعة نحصل على رقم أكثر من 200 ألف بالوظائف. ذلك لن يكون مبرر لبداية النقصان أو بداية الانخفاض في التحفيز المالي. لا نعتقد أنه سيحدث في شهر 12. لسه السوق لسه يتوقع أنه يمكن الأبكر أنه سيحدث في شهر 3. نعم. شو الأسباب برأيك؟ لماذا هذه البيانات الإيجابية كلها لا تعطي أي مؤشرات لعملية مبكرة يمكن للتقليص أشراف؟ يعني في عوامل أخرى عم سمحي. أراح الصوت عم بيجي بروح الصوت بس يمكن بتعيدي سؤالك نعم. نتساءل أشرف أنه ما الأسباب التي لا تجعل هذه البيانات الإيجابية يمكن تعطي خطوة من الاحتياط الفدرالي بتبكير عملية تخفيض التيسير الكمي. الجواب المهم لهذا السؤال أنه قالت صارت يعني صارحت جانت يالن أنه اللي هي ستكون المديرة الجديدة في البنك المركزي قالت أنه لازم المزيد من الانخفاض في نسبة البطالة نحو نقطة سبعة بالمئة نسمحيلي نحو نقطة ستة فاصل خمسة بالمئة وفي شيء تاني هناك البنك المركزي صار كثير مهتم بالتضخم الأسعار اللي هو الانفليشن وهو الآن كثير واطي كثير منخفض زيادة عن اللزوم البنك المركزي يفضل أن يرى 2% 1.9% ولكن الرقم الآن 1.2% فلازم أن يرون هناك تقدم وارتفاع في تضخم الأسعار اللي هو الانفليشن طيب منطقة أوروبا أيضا تنتظر هذه البيانات من الاحتياط الفدرالي تقرير الوظائف الذي سيصدر يوم الجمعة أيضا هناك قرارين مهمين بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي عملية تثبيت الفائدة بالنسبة للمنطقة المتوقعة أن تبقى على مستوياتها الحالية بنك أيضا البريطاني المركزي اليوم سيبقي على نفس المستويات هذه التوقعات 50% هل من عوامل أخرى يمكن بمنطقة اليورو يمكن أن تغير أي قرار من البنك المركزي أشرف خصوصا أنه شفنا بيانات لمنطقة اليورو بالنسبة للقطاع الصناعي جاءت جيدة جدا وهي أعطت دفعة نوعا ما بالنسبة للأسواق خلال أيام الماضية بالزبط لأنه رأينا انخفاض في أسعار الفائدة في شهر 11 من البنك المركزي الأوروبي لا يمكن أن نرى شهرين على توالي انخفاض في أسعار الفائدة آخر مرة شفناها أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة شهر وراء الآخر هو لما كانت بمنتصف الأزمة في 2008 عملوا المفاجأة في شهر 11 مش رحين يسوه شهر 12 شو رحين يسوه اليوم لأنه عندك شفت اليوم اليورو طلع على 36 فيمكن أنه سيتكلمون وراء أخرى وسينددون موقفهم أنه عندهم negative rate bias سيدعون النافذة مفتوحة للمزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة ولكن واقعيا كما قلت في هناك بؤشرات التي اجت أفضل من التوقعات في من أوروبا وحتى رأينا تضخم المال تضخم الأسعار في اليوروزون وفي ألمانيا لقد تقدم نوعا ما فذلك طبعا لن يؤدي إلى أي انخفاض في أسعار الفائدة ماذا ذلك يعني لليورو هذا هو الصعب ولكن يمكن أنه لسه هناك المزيد من لسه هناك محل للارتداد نحو دولار و37 ولكن ليس قبل أن نرى محاولة فاشلة لدولار و35 خلينا نعلق على الذهب أشرف هل نرى تراجع تقريبا بقرابة الواحد في المئة إن أمكن أن نرى المستويات السعرية التي وصل إليها الذهب أكثر من 1,320 عفوا و32 حاليا تعليقك على المستويات السعرية كنا رأينا مستويات إيجابية بالنسبة للذهب قوية يوم أمس اليوم يبدو بأنه يقلس من هذه المكاسب أشرف أيوة يقلس من الكساب أمبارح ولا واحد ما فهم ليش الدهب طلع إلى 1,255 بالرغم أنه كان عند الرقم القوي هذا من ADP ولكن نرى أنه سيكون هناك محاولة أخرى إلى 1,180 و1,170 ولكن العام القادم سيكون عام صعب صعب جدا يمكن الناس يقولون لماذا أشرف تتوقع أن الدهب نازل والبنوك المركزية لساتها عن البنزين هلأ أصبحت شرح شرح الدهب لن يبقى لماذا لن يبقى اللي هو يعني أنه هدف البنوك المركزية ولكن السبب لماذا تفعلها البنوك المركزية وهو السبب أنه فيه هناك مخاوف للديفليشن وأنه تدخم الأسعار يمكن أن يأتي تحت تحت سفر فلم يكن عندك هناك ديس انفليشن ولم يكن هناك هناك تدخم الأسعار أنه يمكن أن يكون سلبي تحت سفر فذلك يمكن سينقص نوع من الذهب ويمكن أنه نرى يعني الآن أنا أرى أنه فيه احتمال أنه يمكن نشوف حتى أحداش يعني ألف ومية أو حتى ألف ومية أو حتى ألف وتسعين في منتصف العام المقبل ترجمة نانسي قنقر